اسرائيل تضرب مجددا في الساحل السوري هي الضربة الثانية قرب قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية منذ انشاء غرفة العمليات الروسية الايرانية المشتركة هناك لحماية السفن الايرانية التي تزود بحسب تقارير صحفية واستخباراتية نظام الاسد بالصواريخ والنفط ليظل متمكنا من السيطرة على الارض في سوريا وما حديث النظام السوري عن مقتل مواطن وجرح اخرين وتصدي دفاعه الجوي للصواريخ تحدثت صفحات موالية عن حصيلة اعلى بينما لم يعرف تماما هدف استهداف تل ابيب للمنطقة في وقت تحدثت مصادر صحفية عن قصف مواقع عسكرية واخرى للتصنيع العسكري في روايات القاسم المشترك فيها ان الطائرات الاسرائيلية باتت تختار وهدافها وبدقة متحدية موسكو وطهران وحليفهما الاسد على وقع هذه الضربات هناك اسئلة كثيرة تدور حول الموقف الروسي المنصق مع ايران ونفوذها على الاراضي السورية والسماحة تل ابيب بقص اظافر طهران الطامحة لمزيد من التوسع وبالفعل بقيت موسكو هادئة دون اي موقف سياسي او عسكري ينهي هذا التعدي على حليف مفترض لطالما ساعده في الملف النووي وكان اساسا لاقناع الغرب به بالتوازي مع ذلك يعيد النظام السوري ذات خطاب الممانعة والمقاومة الذي يغرد به مع ايران وبدى غير ابهم به مع توازيه مع مسرحية الانتخابات الرئاسية التي ينوي اجراءها في نهاية ايار الحالي في انتخابات تعني بقاء بشار الاسد في السلطة وعلى هذا يستمر منطق لمنطق في سوريا في صراع يوصف بانه براغماتيون باحت بين جميع الاطراف روسيا ايران واسرائيل ومن خلفها امريكا في تكريس لجمود القائم الذي يغذي عذابات ومآسي السوريين الذين ينتظرون الخلاص